طيب في بعض الأشخاص اللي هما بيقدب على طلب اللجوء وبيجيله رفض وبيعمل عملية توقف عن التواصل واخذ رفض فهو بيفضل موجود وقاعد بطريقة غير مشروعة هنا في النمسي هل ده بالنسباله الموضوع انتهى كده ولا في بعض الإجراءات اللي بتتم وبناء عليه ممكن يحصل على الجنسية أو يقدم عليها فيما بعد طيب دي نقطة حلوة كمان دلوقتي الشخص طول ما هو قاعد بطريقة مشروعة أو بطريقة قانونية أو عشان الناس تفهم اللهجة بتاعتنا مش قاعد اسود بالبلد تمام طول ما هو قاعد في الفترة دي بتتحسب له المدة لحد ما ياخد الإقامة طيب واحد دلوقتي وده أكتر ما بيكونش مع السوريين لأن السوريين برضو بيحصلوا على إقامات ولكن بيكون مثلا مع المصريين مع العراقيين وباقي الجنسيات الأخرى هو قاعد قدم طلب لجوء وبعد كده جاله رفض لآخر مرحلة من المحكمة الإدارية ففي ناس بتعمل ايه بتقوم قاعدة انت بعد آخر رفض بيجي لك من المحكمة الإدارية تمام بتبقى كده خلاص انت ملف اللجوء بتاعك تقفل بتحتاج ان انت تقدم طعن للمحكمة دستورية العليا ان انت توقف قرار الترحيل بتاعك فالشخص إذا ما خدش إجراءات وفد القاعد مثلا هنقول سنة فالسنة دي بتعتبر لو قاعد مش بطريقة قانونية وبعد كده قدم على الإقامة وخد الإقامة أو قدم طلب لجوء جديد وحصل على اللجوء ففي الوقت دوة السنين اللي فاتت عليه دي رحت خلاص للأسف بتتحسب من تاني قضية اللجوء التانية لانه عمل كسر خلاص قاعد بطريقة غير شرعية فترة معينة فخلاص هو كان المطلوب منه ان هو يعمل ما هو لازم يفضل هنا ماشي هو للجنسية بقى بتفرق يعني هو المفروض انه بدل ما هو يعمل قاعد بطريقة غير مشروعة كان المفروض يعمل ياخد إجراء قانوني طلب لجوء جديد مثلا أو ياخد إجراء قانوني بس في ناس كتير عراقيين ومصريين بيفضلوا وجزيرة وتوانسة بيفضل قاعد فترة طويلة جدا بدون أي حاجة وبعد كده بيجي بها يحصل على أوراق بعدها أيا كان إنوع الوراق اللي بياخدوه ففي الحالة دي السنين اللي قاعدة ما نقدرش نحسب من ساعة دخوله البلد بنحسب من بعد ما حصل على الإقامة